شكراً لحضراتكم للارتباط بنا من خلال برنامج الاتصال بالإيمان الذي فيه نساعدكم على كيفية العلاقة بالله أهلاً بك عزيزي المستمع والمشاهد الكريم أنا اسمي سموئيل داود راعي الكنيسة الممدنية بحضاق المعادي القاهرة أحب أن أشارك حضراتكم من كلمة الله ومن إنجيل متة أصحاح 22 استقول كلمة الله هذه التعبيرات الجميلة وجعل يسوع يكلمهم أيضاً بأمثال قائلاً يسبه ملكوت السماوات إنساناً ملكاً صنع عرساً لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأته فأرسل أيضاً عبيداً آخرين قائلين قولوا للمدعوين هوذا غداء أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم فلما سمع الملك غضبه وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموا فادعوه إلى العرس فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشراراً وصالحين فامتلأ العرس من المتكئين فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنساناً لم يكن لابساً لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس فسكت حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه واخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان آمين في كلمة الله هنا تشبيهات تعالوا بينا نرجع إلى أول عدد في هذه الجزئية الكتابية لكي ما نتعرف على التشبيه وبماذا يشبه جعل يسوع يكلمهم أيضاً بأمثال قائلاً يشبه ملكوت السموات إذن تشبيه إنساناً ملكاً صنع عرساً لابنه وهناك ملك عظيم وهناك ابنه فصنع عرساً لابنه يعني عمل فرح لابنه جوز ابنه الملك العظيم هو الله الآب الابن هو شخص الرب يسوع المسيح طيب أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس عبيده هم خدام الله أو هم الأنبياء الذين دعوا الناس إلى أن يتجهوا نحية الله العظيم في عرسه وفي فرحه فلم يريدوا أن يأتوا فأرسل أيضاً عبيد آخرين قائلاً قولوا المدعوين هو ذا غداء العدد توثيراني المدعوين هم جميع النوعات الناس بس هنا في الجزئية الكتابية دي يتحدث عن المدعوين من شعب بني إسرائيل جاء لخصته وخصته لم تقبله هذه هي الصورة كل شيء معد مسمناتي قد ضبحت كل شيء معد تعالوا إلى العرس لكنهم تهونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته يبقى هؤلاء هم المدعوين تابوا البائيين أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم من عبيده زي ما قلنا عبيدهم الأنبياء عبيدهم الخدام الذين يقدمون الله ويقدمون الدعوة للنفوس لكيما يتقبلوا مع هذا الإله ويتعبدوا لهذا الإله القدير والعظيم فلما سمع الملك غاضبة من الملك زي ما قلنا الملك هو الله الآب هو الملك العظيم أرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم من جنود دلباء جنودهم الملائك جنودهم الملائك ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين من عبيده زي ما قلنا عبيدهم الأنبياء عبيدهم الخدام الذين يخدمون الله ويدعوا النفوس للمقابلة مع هذا الإله فاذهبوا إلى مفارق الطرق وقل لمن وجدتمه فادعوه إلى العرس من النوعية من الناس دي بقى نوعية الناس دي يقول أشرارا وصالحين يعني النوعيات اللي هي مش من شعب بني إسرائيل بقى من الأمم يعني مش من شعب بني إسرائيل جاء لخصته يعني جيه لشعب بني إسرائيل وشعب بني إسرائيل رفضوا فابتدى تنطلق الرسالة إلى الأشرار والصالحين من الأمم أشرار يعني إيه يعني بيعيشوا الشر والخطية والفساد الصالحين هم الناس الكويسين مش معناها إنهم بيعملوش الشر لا هم طيبين لكن للأسف شيء برضو فيهم الخطيئة وفيهم الشر امتلأ العرس من المتكين فلما دخل الملك لينظر المتكين رأى هناك إنسان لم يكن لابسا لباس العرس لباس العرس هنشرحه فيما بعد اللي هو اللبس الخاص للعرس كل ملوك الأرض بتصنع لبس خاص لما تعمل فرح للمدعوين لبس خاص للمدعوين اللبس الخاص دوت بيهدوه كهدية للمدعوين بيلبسوه ساعة العرس وده الكلام اللي هنتكلم فيه فيما بعد والملك دخل وشاف الواحد من المدعوين ما لبس لبس العرس دوت فقال له إزاي إنت دخلت هنا ده لازم تكون لابس لباس لبس العرس دوت اللي احنا محددينه لبس العرس دوت إشارة إلى البر اللي بر الله اللي بيكسو الإنسان بر الله اللي بيكسو الإنسان وده هنشرحه أيضا في بعض فسكتا يقول هذه الكلمات حنا إذن قال الملك للخدام اربطوه رجليه ويديه وخدوه واطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصر للأسنان واحد زي كده دخل إلى العرس بدون ما يلبس لبس العرس اللي يحصل له يحصل له إنه يضطرح خارجا في جهنم في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء بكاء بسبب الألام الرهيبة اللي بيكتازها ثم كمان صار الأسنان يعني يجز على أسنانه يارتني كنت لبس لبس العرس يارتني كنت لبس لبس العرس هذا هي الصورة بيدل على الندم يدل على الندم عشان كده أنا عايز أتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي أو عنوان كلامنا في هذا الوقت الرائع هو دعوة من ملك عظيم دعوة من ملك عظيم دعوة لإيه؟ دعوة الفرح فرح مين ما بيحبش يروح الفرح؟ أبدا كلنا بنحب الروح الأفراح ربما في بعض مننا ما بيحبوش يروحوا الجنازات لأنه بيحزنوا بيديقوا من الحزن لكن ما فيش ولا واحد مننا ما بيحبش يروح الفرح أي فرح مدعوين ليه بنحب الروح الفرح ده ليه؟ لأنه بنتقابل مع الأحباء والأصدقاء وبنفرح وبنتهلل وبنقوا مبسوطين وفي ناس تتعرف على ناس وناس تتجوز من خلال الفرح وأكل وشرب وبهجة وسرور وزغريت فرح فرح ولسيما أنه بعض كمان الأخوات بيروحوا للكوفير ويعملوا شعرهم ويجهزوا لهذا الفرح ويلبسوا أحسن لبس فرح فرح كلنا بنحب الروح الفرح فهذه هي دعوة من ملك عظيم دعوة الفرح بس خلي بالنا دي دعوة من ملك عظيم تخيلوا بقى واحد مدعو لفرح ابن الملك ياه ده شيء عظيم جدا للكسان الواحد بيفرح ويبتهج ويصر ويا سلام يبقى مبسوط ومبتهج إنه رايح فرح فكم وكم لما يدعى لفرح ابن ملك ده شيء عظيم جدا الشيء مفيش زيه وبعد كده دعوة رائعة جدا ودعوة كريمة من ملك عظيم وكريم عشون كده عايز أتكلم عن أول حاجة هو المدعوون الذين لا يستحقون في مدعوون لا يستحقون لقد قدم هذا الملك العظيم الدعوة لنوعيات الناس ونوعيات الناس لم تقبله لم تقبل هذه الدعوة شيء صعب جدا خلينا نرجع للنص الكتابي لنرى دعا مين بالزبط ورفضوا الدعوة ليه تعالوا نشوف كده هذه الصورة ثلاث نوعيات من الناس هؤلاء الناس لا يستحقون دي تعبيرات كلمة الله اللي اتقالت اسمعوا كده هؤلاء الناس يقول وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا يبقى في نوعية معينة من الناس النوعية دي هي الذين لا يريدون أن يأتوا دي النوعية الأولانية الذين لا يريدون أن يأتوا دول الناس لا يستحقون نعم لا يستحقون دعوة من ملك عظيم جدا لأناس يقول الكتاب مقدس يتكلم عنهم لا يريدوا أن يأتوا ما عندهم شرغبة داخلية أن يأتوا في حد ما عندهش رغبة داخلية أنه يحضر فرح هؤلاء الناس نفس الإكاية لا يريدون أن يأتوا الله بيدعو ناس كتير جدا للفرح الإله العظيم الله بيدعو ناس كتير جدا لكي ما يتقابل معاهم ويغيرهم الله بيدعو ناس كتير جدا علشان يقبلوا هذه الدعوة لفرح عظيم جدا وابتهاج عظيم جدا لكن في ناس لا تريد أن تحضر الفرح وناس تريد أن تعيش في الحزن والهم والأشياء كتير جدا صعبة الله يريد هؤلاء الناس يستمتعوا بفرح غير عادي وبفرح عظيم لكنهم لم يريدوا أن يأتوا في نوعية من الناس لا تريد أن تأتي إلى هذا الفرح طب ليه مش عايز طب يعني الرب بيدعوك والرب بيحبك محبة فائقة جدا وبيدعوك لهذا الفرح العظيم لكي ما تكون معه الرب بيدعوك أن يكون لك نصيب ومكان في السماء وفي الجنة لكن ناس كتير جدا لا يريدون أن يدعو يقولك لا 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 أنا كده كويس أنا كده أنا مية مية في ناس للأسف الشديد بيعتمدوا على أشياء أعطاهم إياها الله وهذه الأشياء يقولك أنا مكتفي بهذه الأشياء مش عايز ربنا فأنا مثلا عندي عربيتي الكويسة الجميلة عندي الفلتي الجميلة اللي قاعد فيها شغل الرائع اللي بكسب منه كويس قوي عندي بأهل بيتي أنا مش محتاج لربنا أنا مش عايز يا ما في ناس بتتقدم ليهم الرسالة بأنهم يقبلوا الرب ويكون لهم علاقة بالله يقولك أنا مش عايز يكون ليا علاقة بالله إبليس بيصور لهؤلاء الناس أنهم مش محتاجين لربنا مش محتاجين لله مش محتاجين يروحوا الفرح دوت مش محتاجين فهؤلاء الناس الكتاب مقدس يتكلم عنهم أنهم لا يريدوا وناس لا يريد شوفوا النوعية التانية من الناس لا يستحقون النوعية التانية هي المتهاونون المتهاونون لو ألبنا كده العدد اللي بعد كده نقرأ عن المتهاونون يقول في أرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غداء أعددته ثيراني ومشمناتي قد ضبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرش هذه النوعية التانية بقى منا ولكنهم تهاونوا يبقى المتهاونون لكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته متهاونون دول دول نوعية من الناس متهاونون يبقى نوعية من المدعوين الغير مستحقين هم النوعية اللي بيقول عنهم الكتاب أنهم متهاونون يعني إيه متهاونون يعني ده ده أمر مش مهم مش مهم آآ أنا مش لازم أركز على هذا الأمر الأمر ده مش مهم علاقتي بربنا دي مش مهمة آآ علاقتي بالإله مش مهمة عبادتي لربنا لا 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 مش مهمة مش مهمة طب أهم حاجة عندك إيه؟ أهم حاجة عندي الشغل العمل أهم حاجة عندك إيه؟ أهم حاجة عندي إنه آآ أثبت نفسي إن أنا آآ يعني يعني راجل ناجح جدا في عملي وفي شغلي هو ده أهم حاجة عندي وياما في ناس آآ آآ أفكارها وقلبها واتجاهاتها ناحية العمل فقط لا غير وأمثلة كتيرة جدا بتتقالي يقولك العمل عبادة مين قال الكلام ده هل فيك كلمة الله في جزئية كتابية بتتكلم عن العمل عبادة العمل مش عبادة صحيح إنه لازم نعمل ولازم نشتغل ولازم نعيش ولازم ولازم كل هذي الأشياء لكن ده مش معناها إنه العمل جزء من العبادة لا العمل مش جزء من العبادة العمل حاجة والعبادة حاجة عشان كده لازم تاخد بالك في نوعية من الناس الغير مستحقين لهذه الدعوة الناس ديت هم المتهاونون الذهب أو مضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته طب آآ التساؤل أو اللي أنا قعد تفكر فيه هو إنه إنه دي دعوة دعوة لإيه دعوة الفرح طب دعوة الفرح بتتعمل أفرح إمتى أنا ما شفتش أفرح بتتعمل الساعة مثلا سبعة الصبح ولا الساعة تمانية الصبح ولا ساعة عشرة الصبح آآ الأفرح دائما بتتعمل يعني من بعد الضهر بالليل ولسيما أغلبية الأفرح بتعمل بعد الساعة تمانية بالليل فالأفرح كلها بتتعمل بالليل طب الشخص اللي مشغول بتجارته نقدر نقول ماشي زي بعض لأنه ممكن تجارة الصبح وممكن بالليل ورغم انه في المجتمع الريفي اللي بتحدث فيه شخص الرب يسوع المسيح اغلبية العمل ما بيكونش بالليل اطلاقا لكن بيكون دايما في الصباح لكن الشخص دو بتاع الحقل دو هيذهب للحقل بالليل مش ممكن انا كنت بخدم في قرى وبروح الى قرى في صعيد مصر وكنت بشوف الناس القرويين بيذهبوا الى الحقول في الصباح الباكر جدا بكل الماشية بتاعتهم وبيذهبوا الى الحقل يأكلوا الماشية ويزرعوا يهتموا بالغيط وكل هذا اشياء ويرجعوا اخر النهار قبل ما الشمس حتى تغيب طب في حد فينهم بيرجع مرة تانية الى الحقل بالليل مفيش حد لكن دي عبارة عن ايه عبارة عن تلكيك بيحطوها علشان لا يستجيبوا الى هذه الدعوة طب الدعوة دي هتكلفهم حاجة لا مش تكلفهم حاجة طب الدعوة دي ده هم هيصروا بهذه الدعوة لانها دعوة رائعة جدا الى فرح عظيم جدا لكنهم دي نوعية من الناس التي لا تستحق اسمهم ايه الناس دي هت المتهاونون المتهاون يقولك ده مش مهم انا اهم حاجة عندي الشغل اهم حاجة عندي العمل اهم حاجة عندي كل يعني لو فضيت اروح اعبد لو فضيت ابقى هعمل كذا وكذا لو فضيت ابقى ادل ربنا كذا لو فضيت ابقى اروح الاجتماع الفلاني لو فضيت لو فضيت هذه هي نوعية من الناس يقول عنهم الكتاب انهم متهاونون لكن هناك نوعية تالتة غير مستحقين ايضا النوعية التالتة هي اللي بيقول عنها الكتاب انهم متعصبون نوعية متعصبة بقى تعالوا بينا نشوف كده العدد ستة يقول ايه والباقون يبقى دي النوعية بقى المتعصبة خلي بالك كويس او من نوعية دي ربما تكون واحد منهم الباقون امسكوا عبيده مين عبيده دول خدهم ازا ما قلنا او الانبياء وشتموهم وقتلوهم مش رفضوا بس النوعية الاولية لم يريدوا النوعية التانية اه متهاونون اقول لك مش مهم لكن النوعية التالتة بقى لا لا انت بتكلمني انت علشان اروح الفرح دوت لا تأمسكوا العبيد شتموهم دي نوعية منهم ثم النوعية التانية مسكوا العبيد قتلوهم يا يا تقتل واحد بيقولك تعالى احضر فرح تعالى استمتع بشخص المسيح اه في ناس كده في ناس كده متعصبون في ناس بتعتقد انه اللي بيدعو الى المسيح هو شخص كافر شخص بعيد عن الله اذا ينبغي ان نقتلهم في نوعية من الناس ديت اه في نوعية من الناس ديت اه الشخص الذي يدعوك الى هذا الفرح العظيم في ناس مننا بتقتل وناس مننا بتشتم بتشتم هؤلاء الناس اللي بيتعابوا علشان يوصلوا لنا الرشالة اه في ناس كده دول نوعيات من الناس الكتاب المقدس يتكلم عنهم انهم غير مستحقين فدول نوعية من الناس يقول الكتاب المقدس مدعوون لا يستحقون مدعوون لا يستحقون ها هذه هي النوعية اه الغير مستحق تلات نوعيات من الناس الغير مستحقين نوعية من الناس اه لا يريدوا عندهمش رغبة خالص نوعية من الناس اه اه متهونين مش مهم ده النوعية الثالثة هي زي ما قلنا متعصبين شتموا قتلوا يشتموا يقتلوا فاكرين كده قصة أول شهيد في المسيحية وهو سطفانوس سطفانوس كان من الشخصيات الجميلة جداً لاختير لكما يكون واحد من الشمامسة المشاعدين للرسل شخصية رائعة جميلة جداً بيتكلم عن الرب والرب بيجري على قديق آيات ومعجزات وابتدى يتكلم مع اليهود يبشرهم بيسوع يبشرهم بشخص المسيح يكلمهم عن الفرح السماو العظيم لكنهم مرفضوا رسالته عملوا ايه مسكوه حطوه ورجموه وموتوه مش قتلوه تقتل واحد بيكلمك عن المسيح بيكلمك عن الفرح السماو العظيم نعم قتلوه هذه هي النوعية الأخيرة من هؤلاء المدعوين الغير مستحقين لكن لما الملك العظيم رأى ما حدث يقول الكتاب المقدس أنه أرسل جنوده وأهلك هؤلاء المدعوين وهي دي صورة رد فعل ربنا على نوعية الناس دي الأشخاص الذين ليس لهم لديهم رغبة في حضور هذا الفرح الرب بيرسل يهلكهم يذهبوا إلى جهنم الذين متهاونون مع الدعوة دي الدعوة الفرح أيضا سيذهبون إلى جهنم أرسل رب جنوده لكي ما يفنيهم ثم المتعصبين اللي بيجتموا واللي بيقتلوا خدام ربنا اللي بيدعوهم إلى الفرح العظيم فرح المسيح برضو كمان أرسل الملك العظيم ليهلكهم هلاك لكل من رفض هذه الدعوة هلاك عظيم جدا وهذه صورة الإنسان اللي بيرفض دعوة حضور العرش العظيم والفرح العظيم اللي بيقدمه ربنا أو اللي بيقدمها ربنا لينا الدعوة دي إذا رفضتها فمصيرك مصير هؤلاء الناس المدعوين الغير مستحقين سذهبوا إلى جهنم وأنت أيضا ستذهب إلى جهنم إذا رفضت هذه الدعوة إذا رفضت هذه الدعوة بحجة أنك مشغول بالعمل ستذهب إلى جهنم إذا رفضت هذه الدعوة بحجة أن هؤلاء الناس مخطئين وينبغى أن أقتلهم وأجتمهم ستذهب إلى جهنم إذ رفضت هذه الدعوة لأن ليس لديك رغبة داخلية في أنك تقبل هذه الدعوة ستذهب إلى جهنة لكن ماذا فعل الملك العظيم تعالوا بنا نشوف كده الكلمات في عدد العدد اللي بعد منه فلما سمع الملك غضب وأرسل جنود وأهلك أولاك خطرين وأحرق مدينته لكن ثم قال لعبيد أما العرش فمشتعد وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين العرش موجود والمدعوين ما كانواش مستحقين فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل ما وجدتموه فادعوه إلى العرس يعني روحوا إلى المفارق الطرق وادعوا الناس بقى اللي في الشوارع ايه ده ايه ده ايه ده هتدعوا إلى العرس الناس اللي في الشارع نعم فخرج أولاك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالعين فامتلأ العرس من المتكئين يبقى هنا لموا بقى العبيد من الشارع يعني ودول نوعية الناس زي ما قلنا قبل كده دول نوعية الناس الأمم اليهود رفضوا قبول المسيح وقبول دعوة المسيح المسيح قدم نفسه للأمم غير اليهود الناس دول مدعوين لهذه الدعوة آه مدعوين لهذه الدعوة أشراراً وصالحين يعني المدعو لهذا العرس أشرار وصالح أشراراً يعني إيه؟ بيفعله الشر ويفعله الإسم طب صالحين هم ناس بيفعلوا ربما يقعوا في الشر والخطيئة لكن الناس دي ناس طيبة وناس كويسة لكن تعالوا بنا نشوف المشهد الرائع والعظيم جدا فنم دخل الملك لينظر متكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس تعالوا بنا نتكلم شوية عن حكاية لباس العرس أو لبس العرس في الزمان كان الملوك لما يصنعوا عرس أو فرح عظيم بيعملوا غرفة كبيرة جدا للمدعوين غرفة للرجال وغرفة للنساء المدعوين لازم يلبسوا لبس واحد موحد فالرجال بيخشوا يلبسوا بدلة على مقاسه بالزبط وبيدخل إلى العرس لكي ما يستمتع بهذا العرس وهذا الفرح أيضا النساء بيلبسوا لبس موحد فالكل بيلبس لبس موحد فتخالوا الصورة دي دخل واحد شاف اللبس الموحد وشاف البذل وهو لابس جلبية مقطعة ورثة مليانة قزارة وقال لك لا 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 تعجبني الجلبية اللي أنا لابسها وتعجبني اللبس اللي أنا لابسه يا عم ده مليان قزارات لا لا يعجبني اللبس اللي أنا لابسه طب يا عم ده مقطع يعجبني اللبس اللي أنا لابسه قال خلينا أنا زي معناه كل الناس دي تلبس بيضة هيا حر لكن أنا زي معناه فدخل هذا الشخص إلى العرص زي ما هو أو لما دخل إلى العرص زي ما هو إذا بالملك العظيم يرى مثل هذا الشخص فيقول هذه التعبرات فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرص ملقاش الشخص ده تلابس لباس العرص بل لابس لبسه الخاص لبسه الجلبية ازا ما قلت لكم اللي بتقطع المليانة القذورات فقال يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس فسكت ازاي دخلت الى المكان ده واتو ما لبستش اللبس اللي انا مخصصه عشان كده خليبانك واسوي في لبس ربنا مخصصه علشان نقدر نخش به السماء في لبس ربنا مخصصه علشان نقدر نخش به الجنة في لبس ربنا مخصصه لازم نلبسه ازا ما لبسناهوش مش ممكن ابدا نخش في السماء واذا خشينا السماء بلبسنا الخاص هياخدونا يربطونا من رجلنا وإيدينا ويلقونا في جهانا علشان كده مهم جدا انك تلبس هذا اللبس اللي مخصصه ربنا لدخول السماء ما هو هذا اللبس كلمة طبعا تقول هذه الكلمات في سفر المزامير كساني رداء البر كساني رداء البر هذه هي التعبرات رداء البر ينبغي ان تلبس رداء البر لبس البر يعني ايه تلبس لبس البر ويعني ايه تلبس المسيح ويعني ايه تلبس لبس المسيح يعني ايه الكلام داوت فيه ناس كده مش قادرة تفهم وتدرك هذا الامر خلي بقى لك واس قوي من الصورة دايت نحن نؤمن ان الله قدوس وكل الناس بتؤمن ان الله قدوس الله قدوس 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 فمثلا لما ظهر الله الى اشعياء النبي في سفر اشعياء اصحاح 6 السيرافيم كانت بتنطق بتعبير خطير جدا هو قدوس 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 تلات مرات قدوس قدوس تب ليه تلات مرات قدوس لان الله ليس به خطير قدوس لان الله لم يعمل خطير قدوس لان الله لا يقبل انسان فيه خطير واحدة. اي انسان فيه خطية واحدة لا يمكن ان يكون مقبولا لدى الله. طيب اه كيف نقبل امام الله اذا كل اه يقول الكتاب القدس الجميع زاغوا فسدوا واعوزهم مجد الله. كلنا مليانين خطايا وكلنا وقعنا في الخطايا. فازاي يكون لنا نصيب في السماء وفي الجنة مع ربنا. مش ممكن ابدا يكون لنا نصيب. لكن ازاي تتحل المعضلة ديت والمشكلة ديت. خلي بالك كويس قوي. الله ارسل ابنه يسوع المسيح. يسوع المسيح هو بلا خطية. وكلمة الله بتشهد عن كده. فوقف يسوع في وقت من الاوقات امام الناس وقال لهم من منكم يبكتني على خطية. حدش يقدر يطلع فيه خطية. ده معنى كلام المسيح. وجميع الافكار والاتجاهات تقول ان يسوع المسيح لبيعفعل خطية. كل البشر عملوا خطايا الا يسوع المسيح. صحيح. في بعض الناس بتفكر بتفكير ان الانبياء معصومين من الخطأ بمعنى انه خطاياهم اترفعت. لكن الا يسوع المسيح لانه 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 خطايا لم ترفع ولانه لانه لم يفعل اصلا خطية. فالمسيح لم يوجد فيه خطية. طب كيف نقبل امام الاب السماوي نقبل امام الاب السماوي باننا نختبئ في بر المسيح. يعني ايه برضو نختبئ في بر المسيح. يعني اذا اذا قبلت يسوع المسيح في قلبك وفي حياتك وتقول تعالى يا رب ادخل الى قلبي والى حياتي والى كياني. المسيح يجي يكسوك ببره. فلما يبص عليك الاب السماوي يراك كأنك يسوع المسيح الذي بلا خطية وبلا لوم. فتستطيع ان تدخل الى ملكوت السماوات. يقول كلمة الله هذه الكلمات. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح. ايه اللي مستخبي جوه المسيح? مفيش دينون عليه? مفيش امر عليه. ليه? لانه لانه اصبح ملكا للمسيح. اصبح ملكا لهذا السيد. اصبح متغطي ببر المسيح. فيظهر امام الاب السماوي بلا لوم وبلا عيب. هل يطرى لديك استعداد ان تقبل المسيح? وتقبل هذه الدعوة لكيما تستمتع بهذا الفرح العظيم الذي يدعوك اليه الرب. الرب يدعو اشرارا وصالحين. هل تقبل هذه الدعوة لتكون معه الى ابد الابدين بلا لوم وبلا عيب عندما تتغطى بستر المسيح? وبرداء المسيح الذي سيكسوك? الرب يسوع بيدعوك في هذا الوقت الرائع. لكيما تحضر هل تلبي هذه الدعوة ام ترفض هذه الدعوة كشعب بني اسرائيل? شعب بني اسرائيل رفض الدعوة والان هو في مر المرار. هل تقبل هذه الدعوة لتصير ملكا لهذا السيد ويكون لك نصيف في هذا الفرح العظيم في السماء? ارجو ان تقبل هذه الدعوة رب باركك ورب بارك حياتك وعطيك نعمة وقوة لكما تقبل هذه الدعوة. ولإلهنا كل المجد الدائم امين. شكرا لحضراتكم للارتباط بنا من خلال برنامج الاتصال بالايمان الذي فيه نساعدكم على كيفية العلاقة بالله. اشتركوا في القناة